موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته لازلنا نتابع ما أشار به أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام إلينا فيما كان يتحدث به والذي هو ورد في أكثر من مصدر لكن الأساس في ذلك هو ما ورد في نهج البلاغة ولابد أن نكون حريصين على أن نتعرف على كنوز ما ورد في نهج البلاغة حتى نستفيد من مضامينه وحتى أيضا تزداد معرفتنا بأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام لأن غالبا معرفتنا به في أكثر من الحالات تقتصر على موارد الحرب وقليل من الناس من الذين يعرفون الموارد الأخرى لأمير المؤمنين وما كان عليه في حياته وما تحدث به إلينا وقد نجد أن هناك من ينتمون إلى أمير المؤمنين عليه عليه السلام لا يعرفونه كما بات يعرفه الذين قد لا ينتمون إليه لكن يعرفون قيمة ما ورد عنه قيمة الكلام الذي تحدث به الحكم التي أشار بها الخطب وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه أن نكون أعرف الناس بأمير المؤمنين عليه عليه السلام حتى نعرفه كلا متكاملا لا نعرفه في جانب منه من دون بقية الجوانب الأخرى التي هي أساسية ولا تكتمل شخصية الإمام عليه عليه السلام إلا بها وهنا لا بد أن نركز على أمر كان يحرص عليه الإمام عليه عليه السلام لبعض الناس يعتبر أن الإمام هو ضراب يعني هو وق ويحارب يقاتل بينما الإمام هو أشار إلى نفسه عندما قال فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تهتدي فئة بي وتعش إلى ضوئي وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بأثمي يعني أنا مش أمي الحرب ولا أنا الحرب هدف بالنسبة لي أنا هدفي وعى الناس هدفي إرشد الناس هدفي أن أبلغ رسالتي إلى الناس أن أوصل ضوء هذه الرسالة إليهم أن أهدي الناس إليها أن أجعل حياة الناس أفضل من خلال كلماتي ومواقفي الحرب كان لها ظروفها وكان هو يحرس ما أمكن على أن لا يدخل في حرب وكان دائما يتمهل كثيرا عندما يريد أن يدخل في أي حرب حتى أنه بعض الحالات كان يوصف بأنه يبدو أنه ضعف عن القتال وأنه لا يريد الحرب وأنه لا يحب الدخول فيها يعني لا إذا فرضت الحرب عليه كان يدخلها ولكن كان يستمهل كثيرا يستخدم كل الوسائل التي تجعل الحرب هي آخر شيء يصل إليهم وهذا ما كان يحرس عليه وهذا ما ينبغي أن نحرس عليه في كل ما نتحرك به ما يكون دائما هاجسنا أن نقتل الآخر أو أن ندمر الآخر أو أن نلغي الآخر همنا أن نصل إلى قلب الآخر أن نصل إلى عقل الآخر إلى فكره وهذا اللي بيحتاج طبعا إلى الجهد بيحتاج إلى الصبر ولكن هذا هو الأفعل والأكثر تأثيرا هنا نتوقف اليوم عند كلمات للإمام علي عليه السلام في حديثه عن أخ له طبعا ما تحدث من هو هذا الأخ الذي كان يشير إليه لكن أراد أن يشير إلى صفاته حتى تتعمق لدينا الصفات ولا نشغل بالشخص بذاته أراد أن يبين من هو هذا الأخ الذي عظم في نفسه وكان له قدر وكان له موقع عنده نتأمل ما أشار إليه الإمام علي عليه السلام في كلمته عندما قال كان لي فيما مضى أخ في الله يعني علاقته معه ما كانت علاقة مبنية على على مصالح كما كثير من العلاقات مبنية على مصالح علاقة في الله لأن الله دعاني إلى أخوته وما يجمعني معه هو الله والإيمان والقيم التي أراد الله للحياة أن تسير عليها هذا هو لينبغي أن يكون الجامع بيننا وبين الناس حتى نلغي الجو اللي بات هو الحاكم العلاقات بين الناس حتى العلاقات العائلية حتى مرات الزوجية أو العلاقات بين الناس غالبا ما تبنى على المصالح إذا أنا إلي مصلحة معك بعمل علاقة معك إذا ما إلي مصلحة تبرد العلاقة أو تلتغي وبفتش عن علاقة أخرى خاصة إذا العلاقة الأخرى صار فيها المصلحة أكثر هذا الأمر ينبغي أن لا يكون دائما لابد أن تكون علاقتنا على أساس القيم على أساس المبادئ وأصفى علاقة وأطهر علاقة وأهم علاقة هي على أساس الله الله هو الذي يجمع والله هو الذي على أساسه نحب وعلى أساسه نبغض كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عينه صغر الدنيا في عينه ما كان تكبير الدنيا مش هي الأساس كان الأساس عنده هو ما أراده الله وما بيّنه الله عندما قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا طبعا يكون هذا هو الهدف الدنيا هي مزرعة الآخرة طبعا لا نكره الدنيا ولكن لا تعظم عندنا لأنه بنهاي لن تسلم لأحد ما سلمت للماضين ولن تسلم لنا ولن تسلم للذين يأتون من بعدنا ولهذا ما نكبر الدنيا أكثر من حجمها هي الدنيا هي بالنسبة لنا كما قال علي عليه السلام هي متجر أولياء الله هي المتجر لي من خلاله نتاجر لأن نصل من خلالها إلى الآخرة وهذا لي لازم دائما نكون مش الدنيا هي الهم ولذلك هو قال للدنيا التي كانت على حساب الآخرة قال لها يا دنيا غري غيري طبعا ما قال للدنيا بشكل عام بسألة ما تغريني بحيث أنه أنا أخرج عن حدود طاعة الله عن حدود أن أكون في خدمة الحياة التي أعيش فيها خدمة الناس هذا إذن وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه ما كانت كبيرة هاي الدنيا بيعرفها حق معرفتها وكان خارجا من سلطان بطنه ما كان هذا هم بطنه ما كتير بالناس كل شغلهم أكلهم واهتمامهم بالأكل وبنناكل شو الأكل اللي بيرغبوه واللي دائما هجسهم لا وكان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد الشيء ما بيجدها ما بيشتهي خلاص الموجود بيسر ولا يكثر إذا وجد إذا وجد من الطعام من الأكل لا يكثر منه نحن قوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله نحن قوم لا نأكل حتى نجوه وإذا أكلنا لا نشبع هاي لابد أن تكونوا دائما التوازن المطلوب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تكثروا مختار حاجتكم الجسم بحاجة إلى إلى غذاء ليقوم بدوره لابد أن تأخذ من حاجتك مش أكثر من حاجتك وبالتالي الزائد لابد أن تتجنبه وكان أكثر دهره صامتا لأنه مش الأساس عنده الكلام لأنه لازم أساس الكلام لازم نشارك بكل شيء بنحكي بالسياسة ويمكن ما عنا معرفة بحقيقة السياسة السياسة مش الأحداث السياسية وراء الأحداث بنحكي بالجانب الديني وما عنا كتير معرفة بنعرف سطحيات من الدين وما عنا عمر بالدين وهكذا بنحكي بالجانب الاجتماعي بنحكي بالجانب الاقتصادي بنحكي بالجانب الأمني هاي مشكلتنا الكلام كثرة الكلام نعم هو واحد إذا عنده فكرة عنده شيء أدمه وهي درسها واثأ منها ومنطلق من علم يحكي وذلك هو كان أكثر دهري صامتا ما كان يتكلم إلا في الموضع الذي يملك فيه المعرفة ويضع الكلام في حدوده ما بيزيد عن ذلك لأنه من كثر كلامه كثرت سقطاته ومن كثرت سقطاته كثرت ذنوب ومن كثرت ذنوبه سوف يدخل النار فإن قال بذل قائد أعجب الناس تعجب بقوله ما عاد بحاجة كلام آخر ونقع غليل السائلين إنه إذا حدا سألوا بيجيبه وبحيث إنه يجيبه إجابة خلص يقنع بها ما بحاجة بعدين أنه يعود يسأل غيره وكان ضعيفا مستضعفا ما كان يظهر قوته عنده قوة ولكن كان ما يحاول أن يظهر قوته أمام الناس مثل بعض الناس يحاول يفرض نفسه من خلال قوته لا يفرض نفسه من خلال منطقه من خلال علمه حضوره في الشأن الاجتماعي حضوره في الشأن العام وإذا كان يشوفه بقوله عنه ضعيف بس هو قوي في ذاته فإن جاء الجد لما بيجي وقت الجد ليث فهو ليث غاب يعني غاب وجمع غابة يعني عادة الغابة هي الشجر الكثير الملتف لعادة يكون فيه الأسد يعني موقعه في ذلك وصل واد يعني معروف دائما بيحاول أنه يكون له حضوره في المكان الذي يظهر فيه قوته لأنه بحاجة إلى إظهار هذه القوة لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا يعني عندما يريد أن يدلي بأي حجة يحذر حجته يعني مثل مثل القاضي اللي بيبين السبب اللي على أساسه يحكم ويبين بعدين بيدرس الأمور كمان كما القاضي يدرس الأمور بيدرس بيسأل هذا بيسأل ذاك مش دغرب يعطي حكم بدون ما يرجع إلى 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 الآخرين اللي على أساس ما سيقولونه ينطلق في حكمه يعني إذا بد يحكم على الشخص بد يسأل يستفسر يدقى بد يسأل الشخص حتى الواحد يوصل إلى النتيجة يعني يقضي يكون مثل القاضي في أحكامه مش أي قاضي يبي يقضي كيف كان قاضي لي يقضي بالعدل طبعا وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره يعني إذا كان في أشياء ممكن يكون فيها عذر ما بيلوم حتى يسأل يسأله هو يعني يسمع له يسمع اعتذاره حتى يبين إذا فيه إمكان هل فيه مرات الأمر يكون واضحة 100% لكن فيه مجال فيه إمكاني يكون مثلا فيه عذر من وراء ما قام به يمكن يتطر يمكن يمكن ما كان عارف بالأمر فيروح يسأل وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه يعني كان لا يشكو من الوجع إلا بعد أن يشفى منه ما كان يشغل بال الناس الذين يحيطون به واللي قد يتألمون لألمه وهذا ليعبر عنه الصبر الجميل الصبر الذي ليس فيه شكوى يعني ما بيشك لما يتألم لما يعاني ما بيشك بيحاول يعالج الأمر لما بينتهي من المرض يمكن يحكي عن ما كان عليه في حال مرضه لكن مش وقت المرض وكان يفعل ما يقول بيقوله يفعله مش بيقول شيء ما بيعمل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني في بعض الناس بنظر على الناس وبيبين أنه وبدوا هذا الأمر وبدوا هذا الأمر ما بيعملون وما بيكون بوارد القيام به ولا يقولوا ما لا يفعل الشيء اللي بدوا يفعلوا بيقولوا وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت يعني إذا دائما إذا صار في جو للكلام يتكلم لكن إذا في جو للسكوت كان يسكت كان مفروض أن يسكت فيه يعني ما كان شيء يغلبه ما بيغلبه الكلام لا يتكلم إلا في الموضع الذي ينبغي أن يتكلم فيه ولا يغلبه السكوت كمان ما بيسكت في الموضع الذي لابد أن يظهر الكلام لأنه مفروض يحكي وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم يعني دائما بيحب يسمع يستفيد الآخر أكثر مما يتكلم كان إذا بدهه أمران فاجأه أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه يعني هو بين أمرين الشيء اللي بيخالف هو هو اللي بيمشي فيه اللي بيمشي هواه لا يمشي فيه دائما يقف أمام نفسه فعليكم بهذه الخلائق نمشي على هالأساس وكونوا بهذه الصورة فالزموها وتنافسوا فيها تنافسوا ببعضكم على أساسها فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير أخذ القليل ما استطعت كلها خذوا مانا ولو القليل بس واحد يكون حريص على هذه الصورة التي ينبغي أن يكون عليها في حياته بحيث يحرص على أن لا تكبر الدنيا في عينه يحرص على أن يخرج من سلطان بطنه لأكثر مشاكل الناس الصحية ومشاكل الناس أيضا مشاكل الناس الإيمانية مرات من البطن محب لو أحد بط وبذلك من أجلها يبيع الدين ويبيع القيام ويبيع حتى كرامته مراته وعزته وأيضا أن يكون الإنسان أكثر دهري صامت مش الأساس عنده الكلام وإذا تكلم دائما بارز كلامه إلو تأثيره وإلو حضوره في كلامه أيضا لا يظهر قوته للناس لكن بمواقع القوة هو الليث وأيضا عندما يريد أن يدلي بأي حجة بده يحكم على حدا على جهة على موقع دائما بيكون واضحة الصورة عنده مثل القاضي يعني بيحكم بناء على السماع والشهود والتدقيق وأيضا لا يلوم أحدا حتى يسأله وكان ناس حوله دائما مرتاحين الناس منه في راحة ما بيحملهم همه هو بعالج مشاكله ما استطاع إلى ذلك السبيل ودائما الذي يقوله يفعله ولا يقول شيئا وغير قادر على فعله ودائما يملك زمام كلامه وأن يسمع أحرص منه أن يتكلم ودائما نظره إلى ما يخالف هوا علينا إذا أردنا أن نكون فعلا إخوة لأمير المؤمنين علي عليه السلام هاي مظهر من مظاهر الأخوة اللي كان هو يحرص عليها وكان يحرص على أن يقدر من عنده هذه الصفات هذه الصفات هي كانت تأهل من كان يريد أن يكون أخا لأمير المؤمنين تأهله أن يصل إليه فلنحرص على ذلك والحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر